السلام عليكم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم حلوة بالفرماج الزبدة جوش قطعات للفرماج معلقة صغيرة للملح سخمارة نحتاج معلقة كبيرة للملحة كشور الحامض معلقة كبيرة للملحة و هناك البيض و هناك الطحن على حسب الخالد نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة و أرسلكم في الفيديو كيف كان يحتفظه بالحامض و كشوره و نضيف المجمد و فوق الماء و نريد الكشور الحامض و نضيف الزبدة و لا يوجد الحامض و لا يوجد الكثير من المجمد و لا يوجد الكثير من المجمد فورماج مع الحامض مع الملحة و هناك لأجزة منذ الملحة و نضيف التي خرجتها كيف و نضيف ملحة من الشكلة لنا سأعطانهم بشكلة أضيفة شكلة هذا غير أشكيل واحد في هذا المقادر الذي ندر ولكن بطريقة أخرى ماشي بنفس الطريقة هنا نزيد هذا البيضاء ونخدموها جيدا وندخلوها مع ذلك الزبدة هنا الدقيق الخاص في القطوب الدقيق الخاص في القطوب الدقيق الخاص بالحلويات لم ن نقطعي الآن في الفيديوهات إذا سوف نقوم بقى بقى قليل الى البقيق بقى قطوب المعد ونقوم بقى قبل الطحين ونستطيع العجينة التحرك في القطوب نقوم بقى العجينة التي تجرزها او تقوم بقى العجينة من المقلب الحمل يعني الأجينا اللي كان نخدموها بيدينا هذه نخليوها شوية ما كانت تصحوها ما كانت تصحوها ولكن اللي كانت تصحوها بطلق رحنا كان نقصحوها يعني فاشتا نطلقها بطلق ما كانت تصحوها هانتوما رحنا مقصها لا تخفيفها كما نقوم بطلقها نجمعها بطلق نقوم بطلق البلاستيكس نجعلها بطلق 30 دقيقة لنقصوا العجين نقصوا العجين نقصوا نقصوا نصف الشاسية بالخميرة نقصوا بطلق نحاول دخلها فيها نحن نضيفه فيها لغيبها تسبعان القليل من الكف نحاول دخله في هذه الخميرة قطعها فلاسيكا نضيفها نضيفها فلاسيكا نضيفها من فوق سوف نضيفها و نجبدو البلاستيكة لكي لا تتكبير الماشر لكي نضيف الطحين و تقصح العجينة نضيفها على البلاستيكات منها يساعدون من هذه العجينة لا تقصح العجينة و نضيفها في الخدمة كيف نضيفها نضيفها في العجينة نضيفها نضيف بلاستيكات نضيفها بلاستيكة نضيفها نضيفها بلاستيكات نضيفها بلاستيكة نضيفها سوف نضغط فرم نضغط فرم نضغط فرم السبدة كما دخلت افضل هنضغط فرم نضغط قطع نضغط بالموقف نجمعها كافيت دينا و ندور السفل يعني تكون الدينة في ساحة اللطة هكا نقاور السفل يعني تجي سهلة يعني ستكمل لا تبقى يشغلها كل وحيدة بوحدها كل وحيدة بوحدة و رحنا نتلقيهم لحقا شرا ما كيسيح لحقا شرا ما كيسيحو موالو هذه العجينة اللي كان نديره و نقطعه و يبقى من ذلك الشاي يعني ذلك الجنب الذي يبقى من الورضة هذه العجينة ما كيسيحو موالو كان نجمعهم هكا يعني هكما كيسيحو موالو كان نجمعهم و نجمعهم هكا بيد دينا يعني كان نجمعهم و جمعهم بيد دينا و نطلقوه الهو ثاني بقلة هنا انا عندي غير بيض لحقا شهر صوت الحلوى كان بقالي بيض و نخدم به و انا عندي و كانت عندكم بيضة كاملة ينقلكم بيضة كاملة و نطربوها ساني ذا بهاد البيضة سوف نطربوه شوية و نديروه كانت عندكم بيضة كاملة و نديروها لأنني انا عندي كشعرش باش ما نديروه و شو كان دابادي مدهو ندهنوه و غادي حلوى دينا في التعليق نطربوه بادي حرز انا قمشوا مع هكذا و لحتي كندهنوها أقيد هناك فافة مشيد عمام كدحتها الشال يعني كنديروها هكذا كجوز فوفة بجوز فوفة كندزوها كهذا زنجغان نغري شوية من الفوق نتجل الزجل نتجل الزجل فقد نتجل الى السوداء نفرع نتجل فران نتجل الى اللطة نتجل الفران نقلل المعافية و نتجل معلومه حتى نشوفوه بدكي اخفاص كي طب من التحت كتديري له هكا كتشوفه را كي يبانغيم الجنب كي باره و بدكي يتحمر نكساعات كنهب بطاعة ثاني اللاطا من الفوق و كنذيرو العافية فوق الحلوة باش كتاخد اللون ديالها هوا الموم اللاحز ديالنا بعد ما طابو هنط ما كتشوفو را كنخليه حتى يتحمرو مزيان كي طبو من التحت هكا هكا كي طبو و بعد و ثاني كنذيرو العافية من الفوق و كنخليهم متكي ياخدو اللون و غير العافية راح نكنذيروها مهيلة لفاش كتكون اللاطا من الفوق و لفاش كنهبطوها كتكون العافية مهيلة باش كي طيب كي جم قرمل ما كيجيش يعني فتي دبا هكا كنخليه حتى كي يبرد اما كنجمعو شو واسخون كنخليه حتى كي يبرد عاد كي مكننن جمعوه هكا دبا الموم اللاحز ديالنا ما وجدين عندنا هذا العدد دبا للمقادير اللي صوبنا اليوم رعطونا فوق مية حبة كي يجوه هم مقرملين و لكن هم مفتتين و كي يجوه لدادين هانتو ما كنت تشوفوه كان كنون هنا المملحة ديالنا كانت مني أعجبكم و ما تنسوش نخيرات في القناة ديالي على اليوتيوب وخليوا لي للكترحات ديالكم في التعليقات مسحة وراحة موسيقى 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 اشتركوا في القناة